إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعًا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعًا غدًا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعني وإياكم يوم القيامة غدًا جميعًا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله يقول أحد أهم دارسو الحضارات والتاريخ في بريطانيا إن وحدة المسلمين أعظم خطر علينا وهم اليوم نيام عن هذا فاحرصوا أن لا توقظوهم ليجتمعوه وقال كذلك أحدهم ممن يعمل في تلك المراكز المتخصصة متخصصة لتلك الدراسات في مراكز فيها متخصصون فيها أناس متفرغون لدراسة تلك الحضارات وتلك الشعوب ولدراسة الطرق المناسبة لتفكيكها لأنهم قرأوا في كتابنا وتأملوا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فعلموا أن قوتنا باجتماعنا وعلموا أن ضعفنا بتفككنا وتجرزمنا لذلك سعت واستطاعت أوروبا أن توحد الدول فيها واستطاعوا وبإذن الله جل جلاله سيخيب الله تعالى آمالهم في تفكيك تلك الدول العربية الإسلامية التي جعل الله فيها الخير إلى قيام الساعة والتي دعا لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالبركة إلى قيام الساعة من ثمرات هذا التشرذم غياب حق عظيم بينه الله تعالى في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته غياب حق اسمه حق الجوار حتى انتشر مرض الفردية والأنانية وحب وحب الذات والنفس مهما حصل بمن هم حولي من أهل الجوار سنقف وإياكم بإذن الله جل جلاله في هذه الدقائق القليلة مع ذلك الحق العظيم الذي غفل عنه كثير من الناس حتى نكون بإذن الله جل جلاله سببا في إحيائه من جديد يقول ربنا جل جلاله في القرآن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَاعْبُدُوا اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا الأصل الأول وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا الأصل الثاني وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ اسمع ما فقال وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كل هؤلاء في الأصل الثالث مباشرة بعد توحيد الله وبعد بر الوالدين أهل الحقوق ومن أهمهم حق الجار لذلك من شدة استغراب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم حق الجار ولكن من شدة استغرابه لكثرة أهمية الحق يقول عليه الصلاة والسلام كما صح عنه ما يزال أو لا يزال جبريل يوصيني يوصيني بالجار حتى ظننت للوهلة الأولى ظننت أنه سيورثه إن حقه كحق الولد حقه كحق الأب حقه كحق الأم حقه كحق الزوجة والزوج حتى ظننت أنه سيورثه لذلك سطر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم أجمل المواقف في هذا الباب وللأسف المتأمل اليوم في حال المسلمين يجد العجب العجاب يجد أهل العمارة الواحدة وخصوصا في المدن ما زلنا في القرى نرى خلاف ذلك نوعا ما ترى في المبنى الواحد الفرق بين الجار وجاره حائط طابق جدار سكن لسنوات ما زره ما كلف نفسه بطرق بابه ما تفقد حاله ما سأل عنه ما علم أوضاعه وسمع أخباره لا أتكلم عن حي وحي لا أتكلم عن مبنى ومبنى أتكلم عن من يسكنون في نفس المبنى بل أحيانا من يسكنون في نفس الطابق وهذا كلام مش تخيلات يا أخواني كما تعلمون جميعا أكرمنا الله تعالى بترتيب الزيارات والجولات والله أحيانا نكون في زيارة لأحد الإخوة نسأله عن من بجانبه في نفس الطابق فيقول لا أدري مين في عنده رجال مين في عنده شباب والله ما بعرف يا شيخ جربه دق وبسكر مباشرة ليه خيفان دق الباب الآخر فيفتح جاره فيتلاقه مع بعض خليني سكر ورحق حالي قبل ما يشوفني أنت شيخ ذبر أمورك دق الباب وإسأل أنت من في الدار يا أم جارك الباب مقابل الباب طبعا إلا من رحم الله فهناك بالمقابل من هناك علاقة وود ومحبة عجيبة فالخير لا ينقطع في الأمة إلى قيم الساعة لذلك من حق الجار الواجب علينا تفقد الأحوال والسؤال عنه شيخ ما بيصلي أنا أتكلم الآن مع أهل المسجد ما هو ما بيصلي أو كيف بدي يصير يصلي إذا أنت ما زرت يا مصلي هو فكر آخر فكر بعيد عن فكري بنته مش محجب زوجته كذا وكذا يفعل كذا وكذا طب شو بدك أصعب من اليهود يهود في حدا أبغض على المسلمين من اليهود وعندما غاب ذلك اليهودي ذهب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بقلب رحيم ليتفقده ويزوره ويسأل عنه يا عمي غلام وين أنت يا رسول الله عمرك من خمسين سنة وهذا شاب صغير ويهود هذا أمر الله عليه أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يسكن بجواره شاب وهذا الشاب أدمى صوت الأغاني مرتفع عنده في البيت فكما تقول الرواية فأبو حنيفة حفظ كل أغانيه ليس قصدا يعني صوت عالي وصوت المطرب وصوت المغني وصوت الموسيقى وغير ذلك وكان أبو حنيفة رضي الله عنه هذا ما لا نسمعه عن أبي حنيفة نسمعه عن أبي حنيفة في الفقه نعم ونسمعه عنه في الأصول نعم ونسمعه عنه في العقيدة نعم ولكن لابد أن نسمعه عن فقهاء الأمة أنهم كانوا أصحاب رحمة بالأمة فكان يخصه يوميا بدعاء وكان يدعو له وفي يوم من الأيام أبو حنيفة رحمه الله ما سمع صوت الأغاني فألي عم شو الموضوع اليوم ما في صوت كل يوم كل يوم عنده برنامج لصوت الأغاني قال فما قال الحمد لله اليوم ارتحنا قال فأخذا ولبس ثوبه مباشرة وذهب وطرق الباب فردت الأم قال رحمك الله أين ذلك الشاب وين ابنك حجه أين الغلام أين الشاب قالت جاء حراس الملك وأخذوه وسجنوه جاء حراس الملك وأخذوه وسجنوه شو رأيكم سجدة شكر لله عمل هيك أبو حنيفة يا رب لك الحمد الآن استجمت دعوتي ذهب مباشرة إلى بيته ولبس عليه عباءته وجبته ووضع عمامته يريد أن يزور الأمير ثم أخذ مالا ووضعه في جيبه وذهب إلى بيت الأمير وكان لأبي حنيفة مهابا عند أمراء ذلك الزمان فعندما رآه من بعيد قام وقال لمن عنده قوموا واستقبلوا الإمام فقاموا واستقبلوه وأدخلوه وبعدما تكلم معه قال قل لي يا إمام أي أمر أي طلب أي خدمة قال أريد منك أن تفرج وأن تفك قيد ذلك الشاب الذي أسره حراس كالليلة قال أي شاب فدخل مع الحراس ودلهم عليه ودفع له المال ثم من حب ذلك الأمير وتقديره للإمام أبي حنيفة قال أخرجوا كل من سجنتموه هذه الليلة فعندما خرج ذلك الشاب وسمع أبا حنيفة فقال له يا إمام لماذا جئت لماذا جئت وفككت أسري أنا مش من طلابك أنا مش من اللي بيجسوا عندك يوميا بمجلس الفقه أنا مش من الشباب اللي بيصلوا معك بالمسجد لماذا فككت أسري قال فقدتك يا هذا شعرت لغيابك فقد عندي فجئت ففككت أسرك فقال أشهد الله ثم أشهدك أني لا أرجع إلى هذا أبدا وصار من طلابه ومن أكبر فقهاء الكوفة تفقد حال لجار لذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا يا رسول الله من هو النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال كلامه حق وصادق ويحلف موضوع كبير ولا وثلاث مرات والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقه يعني فلان إذا رؤية ماشي بالطريق الله يصطر ارتفع الصوت بلشت المشاكل بدي يعلق على كل صغير وكبير سكروا الباب حتى ما يشوفنا من لا يأمن جاره بوائقه جاره بوائقه أي مشاكله فهذا ليس بمؤمن لذلك يا الحبة في الله كما نردد دائما ونقول أصل من أصول ديننا العبادات لكن ليس كل الدين لكن كذلك من ديننا المعاملات التي وقفنا معها سابقا في الحقوق وفي الديون كما خطبنا في الخطب السابقة وكذلك من أصول ديننا المعاشرات كيف تعاشر وتعاشر كيف تألف وتؤلف كيف تعامل وتعامل ومن حقوق الجار إكرامه لذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم عم بوصي أبو ذر يا أبا ذر نعم يا رسول الله إيش الوصية وصى بالصلاة وصى بالصيام وصى بالزكاة والجهاد والنفقات هناك وصايا لرسول رب الأرض والسماوات ما نغفلها يا أخواني مثل ما اهتمينا بوصايا العبادات نهتم بوصايا المعاملات قال يا أبا ذر يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ما حتنكسر بشوية ماء زيادة أو كبيته الزيادة يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك وكنت أقول نسمع من هالكبار من أبائنا وأجدادنا كيف كان الوضع سابقا لازم الطبخة اللي بتنطبخ اليوم كل البناء تتزوقها هذا من السمات والجماليات التي نزعت وفقدت اليوم كان فرحت من أحد الشباب في رمضان عندما بدأ رمضان رعم الحصص من تمر وحلوى وغير ذلك ثم ذهب ليطرق باب كل جار من جيران المبنى عنده ليبارك له في حلول هذا الشهر بقول لي يا شيخ بفضل الله صاروا كلهم يجمع على المسجد شو كلفته كلف كيس ألفين ليرا الكيس كلف ألف ليرا الكيس شوية تمر مع شوية حلوة لكن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها لذلك أيها حبة في الله من أبواب الإكرام كذلك وهذه مسألة مهمة أن لا تمنع جارك ما لا يؤذيك كيف يعني بؤذينا أبو هريرة في الحديث الصحيح الرائع الجميل لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في داره أو في جداره لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره كأن أبو هريرة رأى الصحابة يعني أعرضوا عن الحديث مهتموا فيه كثيراً مثل مهتموا بحديث الجهاد والصدقات والصلوات وغير ذلك فأبو هريرة قال ما لي أراكم عنها معرضين ليش شايفكم ما اهتميت بهذا الحديث ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمينا بها بين أكتافكم يعني إذا بسمع أو أرى أحد من الناس يمكن أن يعين جاره بما لا يؤذيه لا يضره ثم يترك هذا والله لأقف أمامه بحديث رسول الله فسحت هالأرض الصغيرة هالموقف هالغرض ما بيؤذيك صح ولاك ولكن الآن لا يؤذيك أنت لا تستخدمه كم من مشاكل بين الجيران كم من تقاطع تدابر تشاحن بين الجيران بين الإخوة بين الأصدقاء من أجل استخدام أمر بعد الإذن طبعا بعد الاستئذان لأنه من الشروط الاستئذان ولكن طالما أنك لا تنضر المثال العملي لهذا إجا رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله أنا عم بابن حائط الحائط يعني سور سور البستان ونوعا بابن الحائط طلعت بطريق شجرة نخلة يا رسول الله قل لي جاري أن يبيعني إياها يهديني إياها يعطيني إياها شو بده بس بده يكمل الحائط فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا قال له تعيف قال صلى الله عليه وسلم أعطي أخاك النخلة ولك نخلة في الجنة يعني من نعرف هذه إليك إيما من هالطريق خليه يكمل هالبستان وإلك نخلة أنا بضمن لك هي بالجنة ولك نخلة في الجنة أحيانا العناد كيف كلمة تنكسر وأنا قلت له لا ولو بتجيب لي الحي كله والجران ما بتنازل هذه القوة وهذه الجرأة فقال الرجل له يا ابن الحلال لك نخلة في الجنة قال لا أريد ولا أعد بهالمجلس مين واحد من الصحابة اسمه أبو الدحداح قال يا رسول الله إذا بعته بستاني بهذه النخلة أنا مستعد اشتري هذه النخلة مقابل هذه النخلة ادفع حق بستاني بتضمن لنخلة في الجنة بستان قال نعم أضمن لك قال فباعه البستان ترك بستانه ذهب إلى بستانه أم الدحداح مع الولاد عم تشرب من مائه وتأكل من تمره قال يا أم الدحداح خرجي من البستان قالت وليما يا زوجي قال لقد بعته بنخلة في الجنة فذهب أبو الدحداح للحبيب عليه الصلاة والسلام والنبي ينظر إليه ووجهه يتهلل قال كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة لو استخدم جدار لو استخدم مكان استخدم صفة سيارة استخدم شيء بعد إذنك وأنت لا يضرك يعني مسهل أمور لا يضرك وهنا دعوني بين قوسين أشكروا إخواني وجران هذا المسجد المبارك الله لا أذكر في الخالب لا أذكر أننا استأذننا من واحد منهم تعرفوا نحن مشكلة مسجدنا في وسط حي وبرمضان ووقوف الناس في الخارج وغير ذلك أول ما يشوف وكثير منهم قبل ما نتكلم يا شيخ ما تحكيوا خلاص نحن جهزين مباشرة يا عمي صلاة افرسوا الحصر خلينا نشوف منظر المصلين إذا الأصب بعض الوقت انئم السيارة وانرجع السيارة لبأس فهم مشكرون على ذلك وأسأل الله تعالى أن يكرمهم بما وعد به الحبيب صلى الله عليه وسلم لأبي الدحداح والحق الأخير أحبة في الله واختصرتهم بثلاثة الحق الأول تفقده والحق الثاني إكرامه والحق الأخير عدم أذيته عدم أذيته لذلك جاءت امرأة أو ذكر للحبيب صلى الله عليه وسلم ممرأة قال وذكروا أمام النبي صلاتها وصيامها ونفقاتها تنفق بالأرطال يعني مش دينار دينارين بالمئات والألاف فكأن الصحابي قالوا ولكنها يعني بس عم بيتقالوا الأمر ولكنها تؤذي جيرانها فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أخذوا عطم الموضوع ما حقا ما جابا ما سمع شو الأذية بس سمعتوا تؤذي جيرانها قال عليه الصلاة والسلام هي في النار وين الصلوات والصدقات والصيام والحج والنفقات هي في النار وذكروا أمام الحبيب عليه الصلاة والسلام رأى ما عنده كثير صلوات طبعا نقصد نوافل ولا صيام من النوافل كثير ولا صدقات من النوافل كثير قال ولكنها تكرموا لا تؤذي جيرانها قال عليه الصلاة والسلام هي في الجنة الموازين يوم القيامة تثقل تثقل مش بكثرة صلواتك مع أهميتها ولا بطول لحيتك مع أهميتها ولا بقصر عباءتك إنما تثقل الموازين يوم القيامة بحسن أخلاقك وخاصة معجرانك أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ويكم فاستغفروه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد من أعظم حقوق الجار كذلك أيها الحبة في الله عدم أذيته في أهله وعدم أذيته في زوجته ولا في بناته ومن أعظم الحقوق أن تعتبر أهله ومحارمه كمحارمك هناك والعياذ بالله من يستلذ بالجلوس في الطرقات حتى يتأمل المرين والمرات من النساء أو من يتلذذ بالجلوس على النوافذ والشرفات حتى يتلذذ ويتأمل بمحارم جيرانه والعياذ بالله لذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الذنب أعظم فقال أن تجعل لله نداً وهو خلقك ثم قال عليه الصلاة والسلام أن يزاني الرجل حليل تجاره وقال مبيناً في حديث آخر خطورة هذا الأمر لأن يزني أحدكم بعشرة نساء أهون من أن يزني بحليل تجاره ولأن يسرق من عشرة بيوت أهون من أن يسرق من بيت جاره ومن الأذى أن يسرق له الكهرباء وأن يؤذيه في الأصوات صحيح قلنا بالمقابل مثل أبو حنيفة بده يتحمل ويصبر بس ما في حاجة كل يوم كل الجيران يسمع أصوات الموسيقى ولا أصوات الأغاني ولا حتى أصواتك بتربية أولادك أو تأدي بزوجتك فسمت المسلم أن صوته منخفض حتى لا يؤذي جيرانه بصوته وكذلك إن علم أن في بيت جاره خراب بسبب بيته ناش مياه غير ذلك يسارع ما خصني ما تردوا يا أولاد على التليفون ما إلي دعوة بروح الجار بيصلح يا حبيبي أيها الغالي هذا ستدان عليه يوم القيامة ادفع الآن خلصها بمية ولا متين ولا بثلاثمية أحسن ما تخلصها يوم القيامة بذنوب حسنات لذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا ربي إن هذا أغلق بابه دوني ومنع عني معروفه وأول متخاصمان يوم القيامة جاران كما قال عليه الصلاة والسلام ما الخطوات العملية التي نبدأ فيها بتطبيق ما سمعنا لأنه يا أخواني في الله كلام الدين جميل نظري ما شاء الله كلام جميل عن حقوق الجار وتهى الموضوع ومشينا لا ما الخطوات العملية من أعظم وأسهل الخطوات العملية والتي أكرمنا الله جل جلاله بها في مسجدنا كما نذكركم دائما هي بدء تعويد النفس على الزيارات كم أفرح من كثير من الإخوة عندما يأتوا وبيعرفوا شباب المسجد عندهم ترتيب يومي للزيارات ويقول لك يا شيخ بدي روح أنا وياك نزور فلان أو أرسل معي أحد من شباب المسجد نزور جارنا ليه ما عم يجي صلي معي حامل هم حند حرقة في قلبه مش بيمر كل يوم بينزل من أمامه ولسان حاله من داخل عم بقول الله لا يردك تحترق في النار ولا في الجنة المهم أنا هذا مرض الأنا حتى للملتزمين مرض الأنا ومرض الوحدة ابدأ بالزيارات الزيارات فيها روحنيات فيها محبة فيها أخوة فيها بشاشة أكرمني الله تعالى بالأسبوع الماضي انهار الأحد وزرت مع تقصيري لأهلنا وإخواننا وأحوابنا في مخيم عين الحلوى هذا أقل القليل مع تقصيرنا في الوقوف بجنبهم ومعهم اتفق الإخوة المشايخ والعلماء للزيارة فنزلنا لزيارتهم يا الله كم أنا سعت كم أنا فرحت بلقية أولئك الإخوة والسلام عليهم وعناقهم فقط بد منك بشاشة بد منك سلام بد منك مصافحة والله أكثر من أخ اجع نقلي وقال لي يا شيخ رجعت لنا الروح من جديد بس يزورك جارك وتزور جارك يشعر بفرح يعني والله جارم تذكرني وهذا من هدي الحبيب عليه الصلاة والسلام يقيد الله تعالى لك ملك يقول لك طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا الشهيد في الجنة والنبي في الجنة وقال عليه الصلاة والسلام والرجل يزور أخاه في ناحية المصر في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام لذلك أيها الحبة في الله اجعل لك برنامجا ولو مرة في الأسبوع وابدأ وهنيئا لمن أكرمه الله بهذه الفضيلة شهدنا جنازة من سنوات لأحد المشايخ الذين أكرمهم الله بكثرة الزيارات في بيروت رحمة الله تعالى عليه الشيخ سعد الدين عكاوي وأهل بيروت إذا ذكرت هذا الاسم أمامهم والله كلهم الأغلب الجيل القديم يعرفه وهذا يا إخواني لا خطيب ولا إمام ولا شيخ ولا فقيه ولا ماجستير ولا دكتوراب الشريعة تعرفوا شو كان كم بيع فلافل كم بيع فلافل بس عنده برنامج يومي قبل المغرب بعد العصر بيتوقف الدنيا بيبدأ الجهد للدين ما ترك بيت في حيه إلا زاره أخبرت أنه في جنازته أغلقت الشوارع أغلقت الشوارع لأن من يزور الناس يستقطب حبهم والتعلق بهم وما الذي يحدث معنا وأختم بهذا وما الذي يحدث معنا اليوم من أزمة الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين وغير ذلك من الأزمات إلا ثمرة لهذا التشرذم أقنعونا وشربوا في عقولنا خليك وحدك وأغلق عليك الباب فعندما يقع أهلنا من إخواننا السوريين أو الفلسطينيين أو غير ذلك مباشرة باللاوعي بنأ بنفسي ما أنت نائي بنفسك أصلا عن جارك اللي معك في الطابق هنتحرك من أجل غيرنا فلذلك يا الحبة في الله فلنبدأ بإشاعتي وتكثير هذه الزيارات ولنتعاون مع إخواننا واجعل لك أقل القليل برنامجا ولو مرة في الأسبوع حتى تكون سببا في إعادة بث روح المحبة والأخوة والوحدة بين المسلمين أسأل الله تعالى أن يوثقني وإياكم لذلك اللهم اغفر لنا وارحمنا عافنا وعفو عنا إلى غيرك لا تكلنا ومن شرور أنفسنا سلمنا آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين لتجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عفيته اللهم أصلح أحوالنا اللهم أصلح ذات بيننا واجمع الحق كلمتنا اللهم فرج عن أهلنا وإخواننا في المخيمات اللهم فرج عن أهلنا وإخواننا المهجرين في كل بقعة في الأرض اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك ذلنا ظاهر بين يديك ضعفنا ظاهر بين يديك إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي إلا رحمتك فهي أوسع لنا اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده إلى كل خير ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن نصر الإسلام والمسلمين ولا تجعلنا ممن خذل الإسلام والمسلمين اللهم وحد صفنا واجمع على الحق كلمتنا وأهلك عدونا واشف مريضنا وفك قيد أسرانا اللهم هذا دعاؤنا وعليك الإجابة وهذا الجهد ومنك التكلان وصلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه شكرا